24 ساعة اللي فاتوا في بوادر فعلا لاتساع رقعة الحرب الإقليمية واللي ربما تمتد لتشمل حرب عالمية تلتة إيران تقصف بالأمس بالصواريخ الباليستية مواقع في العراق والسوريا وواشنطن تندد الحرس الثوري الإيراني أعلن قصفه في وقت مبكر بصواريخ باليستية ما اسمها مراكز تجسس وتجمعات لجماعات إرهابية مناهضة لإيران في العراق والسوريا وأعلنت سلطات إقليم كردستان مقتل أربعة مدنيين والولايات المتحدة الأمريكية استنكرت هذه الضربات طيب إيه اللي حصل في 24 ساعة اللي فاتوا مجموعة من الأحداث المتسارعة في مناطق مختلفة تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة قصف بصواريخ باليستية يستاذف مصالح أمريكية وما تقول إيران أنه مقرات للمساد الإسرائيلي قصف إيراني طال مناطق في أربيل في العراق ومناطق أخرى في سوريا رويترز قالت نقلا عن هيئة التجارة البحرية البريطانية أن هناك تقرير عن حدثة على مسافة 100 ميل بحري شمال غرب اليمن ومصدر ملاح يمني لقناة الجزيرة قال أن أنصار الله استهدفوا سفينة جديدة في البحر الأحمر بالأمس استهدف الحوثيون بارجة أمريكية بصواريخ بحرية فيما تقول أنه رد على القصف الأمريكي واختصاديا ستاندرد أنبورز قالت أن هناك أكثر من 290 سفينة وناقلة عالقة في البحر الأحمر وقناة السويس بانتظار عبورها باب المندب الولايات المتحدة جات اليمن عشان تأمن حركة الملاحة العالمية وترجعها لطبيعتها مش كده بص كده آخر سطر ده بيقولك إيه ترجعت الحويات التي تعبر البحر الأحمر إلى أكثر من 65% عن نفس الفترة من العام السابق يعني أنتوا جايين عشان تساعدوا ولا عشان تبهدلوا الدنيا الدنيا يعني اضهوارت جدا جدا طيب ردود الفعل الدولية إيه هل في تصعيد هل في تصريحات بلوماسية تعالوا نشوف مع بعض قبل ما نستأبل ضيوفنا الخرجاء الأمريكية قالت على لسان أنتوني بلينكين نعارض الضربات السرخية المتهورة التي تشنها إيران والتي تقور استقرار العراق ندعم جهود الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلعات الشعب العراقي كنصلية الأمريكية في أربيل ومجمع الكنصلية الجديد قيد الإنشاء لم يتعرض لأي ضرر ولم يصب أي أمريكي في الضربات السرخية التي استهدفت مواقع في أربيل الخرجية الإيرانية قالت في بيان الضربات الصاروخية الأخيرة كانت دفاعا عن سيادة إيران وأمنها ولمواجهة الإرهاب طهران تحترم سلامة أراضي الدول لكنها تستخدم حقها المشروع لردع تهديدات الأمن القومي أما الخرجية العراقية فاستدعت القائم بالأعمال الإيراني وسلمتهم مذكرة احتجاج أدانت فيها الاعتداءات على أربيل اللجوم الإيراني على أربيل استهدف مناطق سكنية وأدى لضحايا بين مدنيين الخرجية القطرية وعلى لسان وزير الخرجية القطرية قال أن الخيار العسكري لن يحل الأزمة في منطقة البحر الأحمر ليس لديه معلومات حول الضربات في أربيل لكن نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى ده كان تصريح وزير الخرجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني طيب وزير الخرجية السعودي فيصل بن فرحان كانت له مجموعة من التصريحات الغريبة شوية قال الراجل نحن قلقون بشدة بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة والأولوية يجب أن تكون لوقف التصعيد في البحر الأحمر لا نرى أي إشارة حقيقية لما تقول إسرائيل أنها حققته من أهداف استراتيجية استمرار المصار الحالي والمعاناة التي نرى في غزة سيؤدي لاستمرار دائرة التصعيد السلام الإقليمي يمر بفلسطين قلنا ذلك في المملكة منذ عام 1981 وقف إطلاق النار من جميع الأطراف هو الخطوة الأولى نحو السلام النهائي الذي يوفر العدالة للفلسطينيين